بسم الله الرحمن الرحيم اخواني هذا شاحل بطاريات DCP 115 110 V هذا من امريكا نحن نحوله من 110 إلى 220 V لان يعمل في مناطقنا هذا كما نرحل هي بياناته 110 V 120 V له تحويله إلى 220 V نستغنع أي محول موجود ننفق الكتب نظاهر انه احنا موجودين عنها في مكثف هذا انا بدلت المكثف وبدلت القطاع يعمل عنده 120 V هذا الموجود هنا كان اصلا هذا المكثف يجب ان تبديله هو مقاومة 200 V 220 MF هذا كانت من اصلا ل110 كانت من اصلا تم التبديله بالمكثف هذا نفس الشكل هذا. اللي هو اربعمائة فولت مئة وخمسين مايكرو فرد. واحنا بحاجة طبعا تبديل او تركيب مقاومات هدول خمسة وط بثلاثة ثلاثين ثلاثة ثلاثين اوم بالعشرة طبعا من الاوم. يعني اقل من واحد بتكون. هدول بحاجة انه من التنتين. تبديلوا المنطقة هاي المكثف وهي وهي يتم تركيب هاي المقاومات. هدول المقاومات التنتين ما بتفرق شمال او يمين. يعني كام تجاه هاد او بالاتجاه هاد تم تركيبهم. ما في مشكلة في الموضوع ان شاء الله. المكثف لا. لازم ليتركب نفس الموقع اللي انفك منه يركب فيه. اي هذا الخط البيض اللي بيحمل الخط اللي هو الشحنات السالبة. والاتجاه الاخر. يعني هذا السالب وهذا موجب. لازم ان يتركب نفس الاتجاه. طبعا اي واحد بيكون فيه نفس الخط او بيحمل الخط او بيكون مكتوب عليه موجه سالب زي الاشارة. اللي هو هاي الخط موجود عنها ها. هذا يتم تركيبه في نفس الاتجاه. لنتفك من العميل اتجاهها. هذا كل الموضوع بتحول من مية وعشرة الى متين وعشرين فولت. انتهى مستم بديمات. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة